أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كويد 19 أنه بناء على آخر المستجدات ومعطيات خاصة بفيروس كورونا فقد تقرر تعليق العمل بآلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا وإعادة تفعيلها متى ما دعت الحاجة لذلك نعم وكان الفريق الوطني الطبي قد أشار إلى أن لبس الكمامات سيكون اختياريا في المناطق الداخلية والخارجية مع الحث على أهمية ارتدائه داخل المنشآت الصحية وفق التعليمات الإرشادية الخاصة بها فضلا عن حتمية وضع الكمام عند مجالسة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هو نتيجة تدارك لما قد يحصل قبل أن يحدث وتدابير وقائية زادت ولم ينقص نطاقها ولدت سيطرة شاملة وكبحا لجماح وباء لم يعد كسابق الأيام يغتر بقوة شوكته ودوام حاله في محيط التزم قاطنوه ولم يتجاهلوا حنك تقرارات حكومية كانت للضيف الثقيل المتمثلي بفيروس كورونا بالمرصاد الأمر الذي أحدث معطيات جديدة لطبيعة الأمن الصحي في البحرين وبات الاقتراب من التعافي النهائي وشيكا وذلك سيظل مشروطا بالإبقاء على معايير الإجراءات الاحترازية والتقيد المجتمعي بكل ما من شأنه عدم العودة إلى الوراء وبالنظر إلى الأمام لحياة سليمة تتجافى عنها الأوبئة ولا وجود لمعالم جائحة منحت الدول والحكومات درسا مجانيا في كيفية التعامل مع الأزمات الصحية التي تجيء بلا مقدمات ليبنى تفادي المجهول ومواجهته قبل تماد المعلوم ومهاجمته معركة الحرب ضد كورونا كانت قد تداعت لها مؤسسات الدولة قاطبة وتحديدا تلك المعنية بمحاربة الوباء وطلب المؤازرة والمساندة من المجتمع عبر توسيع نطاق وعيه والأخذ بزمام المبادرة في اتباع الإرشادات الصحية التي كان الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا يفصلها على مقياس كل مرحلة وبائية يعيشها المجتمع وذلك ما أوصل الحالة الصحية للمكوث طويلا في حدود العمل بآلية الإشارة الضوئية الخضراء لمستوى انتشار الفيروس في المملكة وبناء على آخر المستجدات والمعطيات الخاصة بفيروس كورونا فقد تقرر وحسب معاينة شمولية للوضع الوبائي بتعليق العمل بآلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا وإعادة تفعيلها متى ما دعت الحاجة لذلك على أن يصبح لبس الكمامي اختياريا في المناطق الداخلية والخارجية وفق التعليمات الإرشادية مع الحث على أهمية وضعه عند مجالسة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وحتمية ارتدائه داخل المنشآت الصحية التي يقتضي فيها الأمر لبس الكمامات بحسب التعليمات الإرشادية الخاصة بها أيضا إن جهود مملكة البحرين في التصدي للجائحة بمختلف مساراتها أثبتت نجاعتها ونجاحها على مختلف الأصعدة عن طريق الاستعانة بأفضل الخطط والبروتوكولات الاستباقية التي تم وضعها وذلك ما يستلزم مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات في إطار خطط التصدي للفيروس بما يكفل حفظ صحة وسلامة الجميع